قررت وزارة الزراعة منع استيراد المحاصيل الزراعية كافة بسبب وفرتها باستثناء أنواع من الفواكه وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف أنه لم تحدد حتى لأن المحاصيل متاحة للإستيراد كما بيّن أن جميع المحاصيل الزراعية متوافرة باستثناء الفواكه وعن الخطة الشتوية عدى النايف الأمطار المتساقطة حالياً شمالية العراق لا تفي بالغرض مشيراً إلى أنه في حال سقوط أمطار كثيفة نأثى من الممكن التفاوض مع وزارة الموارد المائية لزيادة الخطة الزراعية